نبتكر بس فعالية نظمتها مبادرة مجلس صحار الثقافي والتي تأتي تحت مظلة وزارة ثقافة والرياضة والشباب تعزيزاً لأهمية الابتكار في تقدم الجانب الثقافي والاقتصادي في المجتمعات جاءت هذه الفعالية بهدف الاستمرار في مجال الابتكار بمعنى أن المبتكرين يجب أن يصلوا إلى مرحلة أكبر من المرحلة التي وصلوا إليها وآتت هذه الفعالية اليوم استعداداً للصيف القادم وهو عشرين واربعة وعشرين وباستشارك فيه قهات حكومية والشركات أخرى مهتمة بهذا الجانب إن شاء الله إن الابتكار يتعلق بتطوير أفكار جديدة وتصميم حلول إبداعية للتحديات التي نواجهها فقد شارك بالمعرض عشرون مشروعاً طلابياً من مختلف مدارس وجامعات المحافظة بالإضافة إلى تواجد بعض الشركات الطلابية وذلك لإبراز مهاراتهم في تطوير مشاريع مبتكرة بمختلف المجالات طبعاً مشروع عبارة عن المستجحر الذكي لقياس تعفن التربة وعلاجه بالمرنقة طبعاً فكرة البحث أنها أول شي تكشف لي عن مشكلة تعفن التربة التي سببها زيادة الرطوبة بالتالي نشوء موطن للبكتيريا والفطريات وأيضاً عندي درجة الحرارة تكون ما بين 10 إلى 15 والرقم الهيدروجيني يكون قاعدي انتجنا مبيد حشري مكافح نسوسة النخيل الحمراء المبيد طبيعي 100% يحتوي على نسبة بروتينات عالية غير ضار لا بالإنسان ولا بالبيئة ونسبة فعالية 95% تقيقة اليوم شفنا ابتكارات بأمانة جميلة جداً وهذا طبعاً يسوقنا إلى نطق السامي للمقام السامي عندما في كل مناسبة كان أيضاً يركز المقام السامي بأن الشباب هم ثروة الأمة ومورودها الذي لا ينضب هذه المعارض تأتي دعماً للشباب العماني لتوفير بيئة عمل محفزة وموارد مادية وتشكل فرصة للتواصل والتعاون مع الخبراء والمهتمين في مجالات ابتكاراتهم تحقيقاً وتماشياً مع رؤية عمان 2040 تقام هذه الفعاليات لتنمية مهارات المهتمين بمجال الإبداع والابتكار ولاستثمار طاقات الشباب بما يخدم المجتمع ويعود عليه بالفائدة من محافظة شمال الباطنة بولاية صحار بلقيس بنت خليفة المكتومية ترجمة نانسي قنقر